اهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل في وصية للسيد المسيح ان احنا نحب اعداءنا في ناس قالوا وصية صعبة مش معقول نقدر نطبقها ناس تانين قالوا مستحيل تطبقها بتاتا خلينا نشوف الوصية الاول المسيح قال واما انا فاقول لكم احب اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم واتردونكم صعبة الوصية ولا لا صعبة طب خلينا نجيبها بقى بالتدريج كل البشر عملوا عدوة مع الله بسبب الخطيئة واي خطيئة بتنجس الانسان والله بار ومش بيتلاقى البار مع الخاطئ اذا صارت عداوة بين الله وبين البشر طيب بما اننا وصلنا للنتيجة دي السؤال التاني هل الله حب اعداءه هو قال وعمل قال ازاي الله قال محبة ابدية احبابتك من اجل ذلك قدمت لك الرحمة طب عمل ازاي اقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية عزاء المستمعين الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واحد هيقول لي بس احنا بشر ما نقدرش نعمل زي الله طيب خلينا نشوفها بقى عملي المسيح هو الله الذي ظهره في الجسد يعني انسان كامل وإله كامل يعني انسان بكل معنى الكلمة عدى الخطيئة يبقى قبل يموت عن الخطى عشان يصالح البشر لنفسه تعالوا نشوف عمل ايه على الصليب يسوع كان على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون طيب تعالوا نشوف كمان على انسان بقى مية مية انسان ابن انسان من مامته وبابا انسانين يعني اتعلم الدرس من المسيح وده واحد من تلاميذ المسيح اسمه سطفانوس عمل ايه كانوا بيرجموا سطفانوس وهم بيرجموا فسطفانوس قال ايه ايها رب يسوع اقبل الروحي ثم جث على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذي الخطيئة واسقال هذا رقد وميت يبقى خلاصة الكلام ازاي تحب اعدائك ببساطة تشوف ادي ايه ربنا حبك رغم اعدوتك لي وازاي غفر لك غفر لك بناء على موت المسيح الكفاري عنك وتقرنه على اعدائك وتحبهم زي ما الله احبك رغم العداوة اللي بينكم انت تحب اعدائك يبقى عرفته المسيح والحلم اشتركوا في القناة شكرا